يا مساء الخير على حضراتكم أهلا بكم معنا يوم جديد بداية الأسبوع طبعا في الحياة اليوم بنتابع أهم الأخبار مع حضراتكم وبالتأكيد أهم خبر شاغل المصريين كلهم من مبارح للنهاردة وأكيد هيكون على مدار أيام جاية وسابق المطش برضو أيام فاتت وإحنا بنتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك طبعا شيء طبيعي ومتوقع أن كل يعني اللي بيشجعوا الأهلي ينحازوا للأهلي واللي يشجع الزمالك ينحازل الزمالك لكن خلي يكون انحيازنا الأصيل والأهم هو انحيازنا ليه بلدنا انحيازنا ليه الكرة المصرية لأنه يعني نهائي دوري أبطال إفريقيا أو زي ما تقال عليه كده نهائي القرن بتلعب على أرض مصر وما بين فريقين مصريين هم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فده لوحده مكسب كبير ومكسب مهم بيلخص كتير من التفاصيل وعنوين مهمة يمكن كتير اتطرقنا لها لكن طبعا الكرة هي مكسب خسارة ولازم يكون فيه فريق فايز وأنصاره يحتفلوا طبعا بالفوز وده طبعا انتصار وحق مشروع لكن في المقابل اللي طبعا شاعر أكيد بالحزن لخسارة فريقه اللي بيشجعه فبرده ده حق مشروع لي لكن أولا وأخيرا زي ما كنا بنقول وزي حتى ما وزارة الشباب ورياضة الحقيقة والوزير طبعا مشكور دكتور أشرف صبحي إزاي عمل لمبادرات على شام نوصل إن المباراة تنتهي على خير وما بعد المباراة كمان وإنه لا للتعصب نتعصب فقط لبلدنا للكرة المصرية اللي حيات إنجاز مهم هيتحسب ليها بكل تأكيد ألف مبروك للنادي الأهلي ألف مبروك لمجلس الإدارة طبعا بقادة كابتن محمود الخطيب جهاز الفني العيبة وكل المنظومة هارد لك لنادي الزمالك اللي طبعا كل الكلام اللي هارده ومبارح إنه قدم أداء جيد جيد للغاية كمان وطبعا إحنا ده كان مكسبنا الرئيسي إن إحنا نستمتع بمطش مهم بهذا الشكل يكون فيه أداء مختلف يكون فيه الروح الرياضية عالية ومهمة يمكن إحنا شفنا الحمد لله في مشاهد إيجابية كتير هنتوقف أمامها النهاردة المشهد الأول مثلا على سبيل المثال والأهم خلينا أقول لحضراتكم هو صورة مصر التنظيم الرائع للمباراة روح اللاعبين شفناش الحمد لله على مدار التسعين ديه أي خروج عن النص من أي لعب آه بقى يحصل احتكاكات وإنذارات وكلام ده كله ده حمست المطش لكن بشكل عام الحمد لله الأمور عدت على خير